اعتداء حصل بمنطقة دهر السوان من قبل شخص صورة جنسية يدعى طارق عين على ناسيب حداد شرطة ببلدية دهر السوان فأصدنا ناسيب حداد ليخبرنا شو صار معه عمبام الدوريتي فيه مثل فسحة صغيرة فوق مستشفى بحال الناس انه معتمة ومقفية عن جنب الطريق فأنا عمبام الدورية صوب هني كافي بشوف سيارة صافة على بالعتماد هو لا نزل من السيارة وحد الشفر يعني نزل وقف حد الشفر كوالع سيجارة بالوقت انطنع انه عياد طلو قلط له انه استاذ ما فيك تصفوني قلي لي قلط له انه املاك خاصة على الساس قال لي اوكي بيروح حد السيارة بس ما عند حكتون فبيرجع ريار وبقرب على السيارتون بس تدريش على نمرة السيارة وبهلوقت بدي دقل المخابرات اتفاجأت انه سحب لي السيولار من ايدي وحطة لسكين برقبتي وبلش شبقني بسيولاري على وجري عندي ثلاث قطب بعيني عندي هون هها خفيت يعني ومكسور سنين بوجري صرت عم دافع عن حالي كل ما يقرب علي علب السيارة انا شوطو كرميل بعضو يعني اتفشو باجري يعني شابو اخر شي بيكرز بالقاطل اجري وبيصيري شكشكة بالسككين عندي شككة كبيرة هون بالنص وعندي شككة تانية هون كان معوها هاد البنت بتنزل البنت وبتصير طايت عليه خلاص واقف شو عم طعموا واقف شو عم طعموا جرب يشيل مفتاح السيارة من السيارة امكسروا وكل وقت كان بجاري بيشيل الخط من سيارة امت قلت له انا انو اعطينا سيولارة وخلي البنت اتفل انا عم بعطي النية حسن اي كرميل شوى زمت حالي بالخبرية اتنعت البنت عم بتتفل بسيارتا انا حكيته اتطولي طب يلا هلأ اتيني سيولارة ام هو اعطينا سيولارة بهذا الوقت وكعم بيطلع البنت عم بيشوف انو عم بتتفل بهذا الوقت انا سيولارة كان بعضو ماشي الضغرة دقيتلون وعطيتهم كل شي دي تيل زنات انا عم بحكيهم للمخابرات سمعني شو عم بحكي رجع جارب قربي شكنا جات انا الوراء عتاني كرسى ما صابنا لاقى حالو عم بضايع وقت فحمل حالو بلا الشير كدهو وهلأ موقوف مغفر برمينا الفرن يلي كان بيشتغل فيه المعتدى طارق عين بيشتغل معه كل من خيه والبنت يلي كانت معه اسناء الحادسة فقصدنا الفرن تنسأل عن الموضوع وقال مسؤول عن الفرن انه طارق كان بيعمل بهذا المكان من سنتين وما لاحظوا شي غريب بتصرفاته مع زملائه خلال فترة عمله اما خي طارق فقال انه طارق بس انفعل بينفعل بطريقة هستيرية وبيفقد وعيه فبيتصرف بطريقة عنيفة واضاف انه بستدهم فرع المخابرات منزلون وجد على الطولة انينة فاضية من الكحول اما بالنسبة لصبية يلي كانت برفق الطارق اسناء الحادسة فاخبرتنا انه كانوا بدون يحكوا على انفراد وانه ما كانت بتعرف انه بحوسته سكين واستغربت ردد فعله العنيفة واضافت انه لو كانت بتعرف بحقيقة شخصيته الانفعالية ما كانت رفاقته ابدا وقالت انه اخبارها مرة انه بفترة سابقة كان بتعطى المخدرات ولمعرفة الاجراءات يلي رح تتخذ بهذه القضية وصلنا مع رئيس بلدية ظهر الصوين ساركيس بفرح نحنا هلأ الليلة عندنا جلسة الساعة سبعة بدنا ناخد ادعاء البلدية على السورة وتكليف محام البلدية تقديم الشكوى ليصار لضمها للشكوى اللي مقدمة نسيب ومكملين اجراءات للاخر الوجود السوري اللي من برة تضيعة اللي عم يقزي اللي بقلب الضيعة حاصرينهم نحنا مأيدينهم ومنعرفهم وبنظلم تابعينهم ليلية ساقة بتأجا هيدا من برة وهيدا اللي صار ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك